العالمين بقى نرجع بقى خلاص سيبنا صفر بحر الأحمر روح بقى للعالمين والعالمين الجديدة يعني دلوقتي ناس كتير جدا اللي هو الأجانب حتى بييجوا عندنا والتيكتوكرز العالميين والناس والبلوجرز بيجوا بس يقولك أنا في العالمين الجديدة يعني دي براند طبعا غير أن أنا تصورت في العالمين الجديدة لكن العالمين إيه أحلى حاجة في العالمين العالمين الميا بتاعتها الميا التركوزية والرملة البيضة النعمة بتميز الشط بتاعها عن أي شط تاني في العالم يعني حتى في أوروبا ما فيش الشواطئ دي عندهم لكن شواطئ السحل الشمالي والعالمين دي المية بتاعتها مية شفافة جدا وتركوزية والرملة رملة بيضة ونعمة اللي بيميز العالمين الجديدة دلوقتي الأبراج اللي موجودة على السحل بتاعها منظر الأبراج مع البحر مع الرملة ده منظر رائع جدا وحقيقية يعني كنت فخورة جدا والله والله مش عشان أنا تلفزيون بلدي ولا عشان أنا في ماس بيرو فأنا بقى لازم أقول البلد الله والله العالمين بقت خيالية أنا كنت ماشي على الكبار الجديدة وفخورة أقول الله الناس بتيجي مصر دلوقتي تقول بص مصر بقى يتعاملة إزاي واللي هو بقى إيه الحمد لله إحنا طلعنا طلعنا فوق وبعدين تنزلوا بقى البحر يعني أنا مثلا أنا لسه رجع من العالمين قبليها بشهرين كنت في دبي يعني أنا مش بقول حاجة وحشة حاجة حلو أنا بس بديكم الفرق كل اللي في دبي كنت قاعدة فقطيل برضو على البحر وطبعا البحر غير خالص خالص يعني عاملين مجهود عشان الناس أصلا تنزل البحر يعني إلا رملة ولا ما علينا بس أنا كنت قاعدة في دبي مبسوطة بالأبراج اللي أنا بتصور والأبراج اللي معروفة بها دبي هي أبراج بس تاورز لما روحت العالمين السنة دي حقيقي كل السواري ادخل عندي على البيتج عندي فكل السواري أنا قاعدة في الشاطئ في العالمين وراي أبراج العالمين وإيه الشمس وإيه لون البحر وإيه كل الأكتيفتي اللي ما تلاقيهاش في العالم كله على البحر كل الجاتسكي والبانانا والدونت واليخوتها اللي وقفة ولا اليخوت شكلها أكلنك في إيطاليا ولا في فينيسيا ده غير إن الجو بتاعها غير جو دبي أو غير بالزبط ده دبي تخرج من القوتيل تحيسني أنت مش قادر تأخد نفسك من الرطوبة لكن وإحنا في العالمين الله بالليل تراوى والهوى كده وتحس أنت كمان بردان بالليل والشمس الصبحة يعني حقيقي اللي عايز يستمتع وبعدين بقى بلدنا فيها ميزة سواء في العالمين سواء في شرم في سعيل الحشيش في أي حتة تقدر تعيش بخمسين جنيه يعني تتفسح بخمسين جنيه وتقدر تتفسح بمئة مليون جنيه يعني اللي عايز اللي دي هتلاقي اللي عايز الرفاهية هيلقي برضو هتدفع فيها وهتلاقي واللي عايز يعيش على قده ويتفسح على قده برضو هتلاقي فيه الأماكن دي وفيه الأماكن دي